الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصل خلقنا له هدف كبير جئنا في الأرض لنعبد الله ما خلقته الجنة والإنس إلا ليعبدون ليعبدون باختيارهم ممكن ما يختار لكن الخلق هدفه هذا هو مثلا واحد ما يعرف هدف المكيف مكيف لماذا دعوه؟ ما يدري يرى شيء جهاز أمامه فيأخذه ويرميه أو مثلا يقول نضعه الدولاب ولا حب استطلاعي فكفك فيه حتى يفسده واحد ثاني يأخذه هذا لكذا إذن هو كذا أنت لكذا ما في هدف ثاني مفروض تحيا لهذا المقصد تعيش لهذا المقصد تأكل لهذا المقصد تشرب لهذا المقصد تتزوج لهذا المقصد تسافر لهذا المقصد أي حركة تعملها لهذا المقصد أنت ما خلقتني للي أعبدك إذن كيف لا أعرف دلني تتوجه إلى الله لا تأخذ من كلام الناس يقول إلا ليعبدون يعني صليزك يصوم حج يذكر الله يقرغون خلاص لا مخلاص هذا غلط الهدف قالوا لك في القرآن هو القرآن منزل لك ليس منزل لبشر آخر يفسره لك لا تعودنا على هذا صح لكنه ليس معنى التعود على الشيء أنه هو هذا الحقيقة فالهدف العظيم أن نعبده كيف تعبده اذهب إلى الرسله فقط ترك لك كتاب خذ الكتاب مباشر لا تقول لا أفهم أخذ لبعده الأمم هذا كلها الآن الذي بين يدي الأمم الأخرى هو كلام مباشر كلام الله ذهبت اللغة لا أحد يتكلم تلك اللغات أحيانا اندثرت وأخذوا بالكتب الأخرى وهذا ذنبه الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابهم من دلاله يعني يأخذوا منهم مو يطوف حوله ولا يسجد له أخذ منه الدين إذن هو ربك ليس كما يقال الشرك والكفر والعباد أن تسجد تركع تطوف تقرب قربان فقط فكثيرا من الأشياء دخلت علينا بالغلط وأشياء حقيقية تم تشويهها بمن نتبعهم طبعا اتخذناهم أحبابا فصار نحن نتشوي هذا الحديث عن رسول عليه وسلم ثابت مئة في المئة أو آية قرآنية مئة في المئة خلاص ما فيه كلام لا أولئك يقولون لا نعم أيها هؤلاء يقولون نعم هذا روبوت عبد خاضع لبشر الله لا يريدنا عبيدا ولا يريدنا روبوتا إلا له ليش؟ لأنه أعرف فيك هو خلقك صنعك بهدف وبعدين هو صنعك وجلس يعني عامل فيك أشياء تؤدي لهذا الهدف أنت اتجاه تجاه أخر لذلك فيه معاناة معاناة في البشر فهذا هو الأصل يعني لا تأكل لا تشرب لا تتزوج لا تنجب أطفالك إلا لهذا الهدف مفروض ما نقول أنت الآن اعمل لا نستطيع سوف يأتي الكلام لاحقا لكن ننظر للشيء الكبير قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله لا شيء لي لا شيء حقي لا شيء عاد أفعله استقلالا تمر سنين الإنسان غافل عن الله ليس وعدم الغفلة وعدم الغفلة ليس معناه كما يشاع وكما أشيع وكما برمج الناس عليه أنه تذهب في الصومة وتتعبد هذا معناه ما خلقته يعني خلاص نقعد في الصوامع نقعد في بيوتنا ونتعبد نتعبد يعني العبادة تصلي اذكر اتصالات مع الله وعزلها عن البشر مسجدك أو سجادتك أو محرابك وخلاص نتعين من البشر ليس هذا لم يقل الله هذا الكلام الناس قالوا والناس شرحوا والناس فسروا وأظل بعضهم البعض فلذلك هذه مقدمة الكلام أي أمر آخر بس لابد من هذه المقدمة إذا ما فيهمت ما تفهم في الأخير فالأصل أن نعبد الله كيف يا ربي تعبدني أنا لن أأكل لن أكلوا واشربوا إذن بأمر الله أنا أأكل وأشرب تعناكم شعوبين قبلوا لتعارفوا بأمر الله أنا أقول قبيلة كذا وهذا يقول قبيلته كذا بأمر الله يعني أنا منتمي لله الولاء لله هو قال هكذا مشيت هكذا لأن الولاء لله فقط مو ولائي لفلان وأقول ولاء العقيدة الفلانية ولاء العقيدة الفلانية وضاربنا كلنا على ولاءات بشرية ليست معصومة مشكلة معصوم الأنبياء ما نزيد عليهم الصحابة معصومين لو حطينا لهم مثلا أنهم صادقين فيما يرون وأحاديث وهاكذا خلاص نصدق القول حقهم لأنهم قالوا أنا شفت رسول الله وقال هكذا عدود بس وقفنا غير ذلك قال لك أفضل بعض الصحابة التابعين أفضل لكن لا نعرف من الأفضل هل كل اسم ورد إلينا عن التابعي أنه هو خلاص من التابعين الأفاضل الأفاضل ما عرفهم الله وإن كان مشهور ما نزكيه نزكي الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة غير ذلك لا ندري لا تزكوا أنفسكم وأعلموا أعلموا أعلموا بمن اتقى فالآن مقصد هو العبادة فقط لله هذا قبل أن يأتوا الناس للأرض حطوا مقصد ثم أتى الناس للأرض وصار يهتمون بالأكل يهتمون بالشراب يعني يهتمون بمعنى يعني يغفلون عن المقصد بهذا الشيء انكبوا على هذه الأمور وتركوا وهكذا تطورت الأمور إلى أن صار يعني إذا بل المسجد وضع هذا السرعة انتهيت انت عبدت الله ما في منهيات عندك انت عبدت الله ويأتي يوم القيامة وناس يعني أنتم معارفين الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول قبل الكفار قبل المشركين لأنه شيء لله جعله لغير الله تخبص أكثر من الكافر ليس ثلاثة ثلاثة أصناف موجودين منهم متتابعين إلى قيام الساعة بكثرة قاري قرآن يقال لما قرأتها يقال فيك والمنفق ما له في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله انتبه فيقال أنفقته في سبيل الله يقال لا كذبت بل أنفقته ليقال جواد فقد قيل والمجاهد أمام الناس مجاهد في سبيل الله وحتى الملائكة قالوا مجاهد في سبيل الله والميزان قال ما عنده سيئات دخل الجنة فهناك يقال قفوهم تعال ثم يسأل لماذا فعلت يقال فيك يقول لا كذبت ميزان قوي عالي عند الله بل يقال شجاع فقد قيل فالمقصد فيه مقصد كبير من الله علينا بعد ذلك نحن خبصنا ما مشينا سليم إلا القليل ربنا رحيم رحمن رحيم لذلك بعث الرسل رحمة حتى يدلون يا جماعة كذا بعد ذلك قابل الشفاعة يلا لا بأس من من شدة الرحمة الناس خلاص بعيد فقال قابلنا الشفاعة من يحب هؤلاء ويتودد إليهم ويكون معهم أنبياء الله ف نمشي معهم رحمة رحمة من الله مو العامل اللي يوديك فقط ربنا فتح الرحمة لنحن نغلقها إلا بأعمالك ما في أعمال في ستين داهية جهنم نحن نصلنا غلاظ جفاه الذين يقولون هكذا لكن ربنا رحمن رحيم يعني لطف بالعباد وقال هذا الرسول أطيعهم ما أطاعهم قال لا بأس فتح ما بالشفاعة لكن بإذنه مو تحت بدون إذن لا ما فيه وأصلا اللي قريبين منه لن يفعلوا شيئا لا يرضيه حتى الخضر لما قتل وخرق السفينة قال ما فعلته وعنا مري فيه اتصال وعارف يا الله يريدها كذا قال تفضل نفذ أمر الله نفذ أمر الله فإذن نحن أمام معضلتنا ليس معضلة الله معضلتنا بالأعمال صاح بس الأعمال الآن صار حتى الأعمال ليس في الصلاة خشوع والنوايا الله أعلم قتل شهيدا قالوا شهيد الناس جو خواء إلا من رحم الله فلذلك اللطف يزيد يعني في آخر الزمان من عامله واحد يعني ما شيء كويس عشر ما أنتم عليه له أجر أو حديث آخر في آخر الزمان الذي يعمل بعشر ما أنتم عليه فله أجر خمسين شهيد في رواية شهيد وشهيدان روايات قالوا كيف يعمل واجر الشهيد الضخم هذا الذي ذكر الله بالقرآن أشياء له كثير قال تجدون على الحق يعوانا وهم لا يجدون أمك أبوك زوجك ما يساعد ينتقد ويعترض وإن تطع أكثر من أم في الأرض يظلوك مو هم مظالين هم يأخذك معهم سيل جارف كل من جاء في السيل راح لا تعمل نصايح لهؤلاء كأنك عكست سيره يسحبك معه هم كثير أنت واحد والجو ملغم وهم بشر لا الجو ملغم ضدك في نفس وفي شياطين وفي مثلا بيت ما دفعت الهجارة طلع برا كل هذه الأشياء ضد وكل شيء بالمال ما كانت فيه زادت الحالة السوء أكثر فالرحمة أكثر لذلك أجر خمسين شهيد اللي يمشي كده صعبا بقليل بعشر ما هم عليه طيب فنحن في موضوعنا ننظر مثلا في التشويشات موجودة يعني في حديثين نأخذ يعني تركت فيكم ما أنت ما أنت مسكتم به لن تظل كتاب الله وسنتي هذا موجود لكنه أضعف في القوة في القوة صحيح بس أضعف من حديث أقوى منه ومجمعين عليه ومجمعين خمسة وثلاثين صحابي رواه هذا صحابي صحابي يعني معناته تتكلم في العام ليس حديث بين شخصين فماذا يقول الحديث الآخر إني أوشك أن أدعى فأجيب هذه وصية متوفية لأمتي مو لعائلته لأمتي خايف عليهم إني تاركم فيكم إني تاركم فيكم الثقلين إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تاركم فيكم الثقلين وصية نبينا عند الانتقال قرب الانتقال تاركم فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وكتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض هذه وصية التركات خذنا كتب تفسر مبسوط منها هذا هذا واحد ثقلين يعني أشياء أصعب شيء إنك تمسكها ليش تمسك كتب ثالث طلاصم طلاصم تشويشات كتاب كتاب الله حبل ممدود من السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض بمن تمسك بهما هذا من عندي بمن يعني يردهم الحالهم أنت معك كتاب الله ماسك ماشي حبل الله والهداية تصل إلى الرسول أما يأتون هما والكتب الآخر لا تذهب إليه وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروني بما تخلفوني فيهما تابعوا هذه الاثنين كتاب الله وعترتي أهل بيتي طبعا الذي عنده موضوع الشيطان هذا آخر أنا خير منه لماذا فضلته لماذا أكرمته لماذا هو من طين وأنا من نار وهذا موجود إبليس موجود وله نفس صفات ناس قريبة من صفات إبليس موجود هذا اللي أظل الناس ظل إبليس الطائع السنين تكبر وحسد لماذا هو أنا قبله موجود وأنا قريب هناك أشوف الملائكة وجالس أتكلم معهم وأتكلم معك أنت كمان مع ربك مع ربه فيه تمييز ميزة ولماذا تمييز غيري أنا أنا خير منه أنت هنا تطيع في تمييز ما في تمييز تطيع ما تفهم لما تقابل الله قل ليش هذا يعني خليتنا نحترمه أكثر أنا عندي طاعات وهو عنده معاصي مثلا مو شأنك شأن اللي خلقك وخلقه أنت آمنت بالله آمنت إيش معناه آمنت حبيته حبيته عظمته يعني إيش يعني أطعته سلمت ما فيه نقاش ما فيه مقارنة ما فيه أي شي الشيطان عنده مقارنة أنا هو أنا كذا هو كذا ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم الذي يقارن يزكي نفسه ما نسأل ليش ليش ما نسأل مفروض هكذا سوف يكون تعضيح طيب فإذن لماذا أهل البيت هذا جواب واحد من الأجوبة وكبير وخطير بغض النظر عن صلاح وتقوى طاعة تخليها على جنب هذا استثناء لهؤلاء الناس أنا مطيع لله أستثنيهم وأحبهم وأعظمهم وأتجنب معاملة مالية أو زواج أو أي شي موجود الخرق كثير أنا أريد الله وعندي عصبية أترك هذا الباب بعيد بعشرها لا صدقة لا أي شي معهم هدية لا إذا كان أنت عارف نفسك من خلاص خلاص تجنب كما تتجنب ابن الملك شرير ولكن لا تستطيع تتكلم لا تذكره بشيء ولا تتعامل معه خليك بعيد حبك يزيد فأنت أخذها من هذا الباب يعني أنت في مداخل في مخارج في مداخل للشيطان في مخارج لأهل الله ليس الشيطان غالب لكن في ناس إذنوا كذا مفتوحة للشيطان يقول أيها صح اقتناع فأنا خير منه ما عند المؤمن ما أنا لست خيرا من أي بشر ولو رأيت بعيني شيء ما أقارن على طول إذا قارنت أقارن نفسي لا شيء مفروض هكذا لكن هذا الواقع ليس موجود هذا الشيء بالعكس كتب مؤلفة في ضد بعض جماعات جماعة يبالغون وجماعة ينسفون الموضوع النهائي كلاهما باطل حديث آخر بمعنى يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشكون يأتي رسول ربي فأجيب وإني تاركم فيكم ثقالين روايتين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور هناك قال كتاب الله حبل ممدود بين السماء وراهما وهنا فيه الهدى والنور فأخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وصية النبي هجرت وأهل بيتي وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي واحد حبه يقول انتبه لي أهل بيتي انتبه لهم هم جاييني جاييني مو شطارة من الرسول والتعصب والعصبية هذا كلام أهل البعد المادي لا هذول راقين لازم نرقى بأفكارنا فيه نية حسنة كبيرة وفيه حب لنا ومصلحة لنا أسرارها ما عرفها أمشي بدون معرفة الأسرار في البداية تؤمن بالغيب بسم الله الرحمن الرحيم أليف الأميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قال الرسول تم ماش هذا بداية الانطلاق للغيب بعدين تفكر في الموضوع وهو في بالك ولكن مصدق يفتح الله لك يعلمك اتقوا الله ويعلمكم يعني يعلمك أي شيء من رأسه كذا يعني مزاجا لا يعلمك يفتح لك أذهانك إذا أنت مهتم بشيء بالتجارة أريد تاجر وأنا مؤمن ومتق الله وكل شيء يعلمك يعلمك كيف تسلك الطريق الذي ما فيه خسارة فيه صحابة أثرياء مثل عبد الرحمن العوو في مثل إثمان من عفان وإلى آخر موجود يتاجر يقول وعد صحاب يقول لو قلبت حجر رجوت إذا بنية التجارة رجوت ونجد تحته ذهبا شوف رجاء كيف قوته في التجارة بمعزر عن الله ما يحصل هذا الشيء فإذا إن إحنا عندنا تسليم تسليم وبعدين نفهم بعدين يفهمنا ولو ما فهمنا مو مشكلة بس إنه هذا صح مدام قال الرسول إذن أمشي أنا بعدين يأتي يوم القيامة والله عندي هذا المشكلة ما يفهمها يفهمك ما يفهمك أنت تفهم أنت أصلا مثل واحد كان يعني قصة واحد كان يعني يقول يتكلم عن واحد رجل من آل البيت صدقوا ما صدقوا مانا شغل ممكن صدق ممكن كذب كله يبان عند الله نحن ما احنا مسلطين على أن لازم نعرفها الآن نظن حسن نقول أيها خلاص خلي بعيد ولا تعامل معاه بإيش بطريقة خاصة يعني واحد واحد هذا قصة ثانية القصة الأولى يمكن تجي يمكن لا ولا نجيب القصتين نجيب القصتين بس كيف نوزنهم أيها واحد قال فلان من آل البيت ولكن معاملات الزفت سوى كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا قلت له طيب ماذا قال سببته وشتمته وافترقنا وقلت له خلاص لا أريد استكلم معاك قلت طيب أنت في الصلاة ايش تقول ماذا تقول في الصلاة قاله ايش أقوله ايش فيه الصلاة بالغفلة قلت أنت تقول كل يوم كل يوم عدة مرات أنت تصلي نوافل وتهجد أعرفك أنت الرجل طيب طيب العبادة أنت كل يوم تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم تضرع كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إنك حميد ومجيد يا ربي إنك حميد ومجيد صلي على محمد وعلى آل محمد أنت تدعيله كل يوم وتشتمه كيف تتفق هذه قالها ماذا ما هي تدعيله لما تقابله تعامل معه كويس أو تجنب إذا خطير تجنب هو يحاسبه الله كأنما فاقى من نوم عميق أنت كل يوم تصلي على البيت تصلي على البيت لازم لازم تصلي على البيت ليش هالمؤمن يجي عنده استكشاف لماذا كل يوم تصلي على آل محمد ما أصلي على آل السبيعي مثلا يعني مثلا إيش معنى هذول أولى صلي عليهم ما منعك الله لكن إينا اللازم إذن فيه سر في الموضوع ما هو السر ما هو دور إيمانيا للدور في الكتب كتب ترطيك معلومات متضاربة دائما إسأل الله يجيبك دعوني أستجيب لك ما هي هذه لكن يجيبك على مزاجك لا يجيبك يفهمك يعلمك متى كمان متى ما يريد المعلم أنت أرمي السؤال وحط لك درج اللي ما تعرف خلي فيه لا تقول هذا كذب على الله وكذب على الرسول لا ممكن صح ممكن غلط خلي في الدرج يوم من الأيام ينكشف لأن الله عارف أدراجك إيش اللي من تفاهم وخليه لكن تجي تسوي نفسك أنا فاهم يتركك الله يترك ما في تعليم اتقوا الله يعني معناته ممكن ممكن أرمي على جنب وخليه لكن التعصب والاستعجال خلق الإنسان وعجل انت شيل العجل الذي فإذن نرجع مرة ثانية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن أول قبلنا بسنين كثير فإذن هذا الهدف العظيم وجاء الله لما رأنا ضعفنا وما استطعنا نفعل هكذا إن صواتي ونسكي ومحيها وماتي لا نستطيع إيش كل شوي حضر النية تستطيع ولكن لا تستطيع لأنك ما مشيت بالتدريج بعدين تستطيع تبتأكل حضر النية تبتشرب حضر النية تريد تسافر لفلان لماذا لله إذن أفعلها واروحها تجد الخير في حياتك والخير في ممشاك لكن بدون نية خبص يمكن توصل حاجة شيء ثاني يمكن هذا اللي حاصل لكن ضع النية واذهب لو فيه شر يبعده الله لو فيه في السفر حادث في مكان فلاني تتأخر حتى ينتهي ويمشي وتمشي أو تتجاوزه ثم يحصل بعدك في تدبيرات النية تسوي حركة كونية هدية من الله ومعناة النية الإنسان هو قوي ويفعل كما يقولون بعض الناس الإنسان أنت قوي لا مو أنا قوي هي أجهزة وضعها الله من ضمنها النية وضع النية تخدمك يقولون البادية النية مطية يعني توصلك مكان بعيد الآن المطية صاروخية لو أتقلنا النية النية موجود كذا فيديو عن النية طيب فإذن كثير العنبياء يذكر عبده ورسوله عبد الله لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده عبد 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 العبد له رأي له مزاج لماذا تكرم هذا يا سيدي لماذا تكرم هذا كل شوية جاية لماذا أعطيت هذا لماذا هذا لئيم لماذا تعطيه وهذا كريم لماذا لا تعطيه ما نشوه مساكن في حالة خلاص أدي شغلك ويمشي عليكم يا أيها الذين آمنوا طبعا لمنه آمنوا هذا عنده عليكم أنفسكم ما فيه عليكم بالآخرين حاذر وخوف واندفاع وتعلق عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإذا الله فتح الباب قليل كثير يجي يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي أين المتحاب خمسين ألف سنة هذا بهذرة يبدأ الله بك أين المتحابون فيه أين المتجالسين فيه أين المتباذلين فيه اليوم أظلهم في ظلي هذه بدون ليس مسألة العمل هدايا الحب هذه هدايا الحب ما نقول بس عمل بس عمل والمحب يعمل والمحب أخلاقه عالية ليس من الذين يجلسون هناك إنسان عنده عبادات ولكن عنده مشاكل مع الناس وجاره وصديقة وصديقه وأبوه وأمه وجاره وزملائه في مشاكل لا الحب ينتقل منك إلى الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحب مو دعوة ولا تقوس معينة لا الحب حب ما في كرة الحب يعني عكسه عدم الكرة حتى الدين أنت بتصلي قال لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون قال لك في آية ثانية لا إكراه في الدين ما في شيء اسمه إكراه يعني بالقوة أذهب ما في إذا عندك ما لا تفي مشكلة يصلون بالشوق والرغبة بالحب يطيعون بالحب أخلاقهم بالحب كله بالحب الحب تزال من عندك إذن عندك مشاكل كبار ليش أخذت الدين من طريقة يعني ليس كتاب الله المباشر لك أنت قلت لا لا أريد أفهم خليه طلاسم القرآن طلاسم ما تفهم شيء أنت هندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إذا طبقت أعوذ استعذت استعذت أعوذت بالله ما قلت أعوذت بالله واستمعت للقرآن وأنصدت ما في أفكار لعلكم ترحمون بأي لغة كانت واحد عربي ما يرحم ما طبق الشروط ثلاثة يبغى من أنك تستعذ وتستمع وتنصد تركز تمام إذا أنت دخلت أنت الأبدي الآن يشتغل ويستمع وينصد للأبدي اللي هو القرآن وليس للجهاز إذا هنا أنت هندي ترحم ما تفهم لكنك ترحم طيب أرحم 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 كثرة الرحمات والفيرات أنا في عناية واحد يفهم 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 ما في شروط ما في له شيخ عالم كبير لا بأس ولكن غير مرحوم الرحمة شغل الأبدي فعل الخالد للخالد فإذا كتاب الله دائما نحن نحرض على كتاب الله الآن خذ هذه جبها طيب قرينا الحديث نقرأه مرة أخرى وبعدين ننتقل لحاجات أخرى إني أشيك أن أدعى فأجيب شوف ما يوصي واحد وصيه وتلفت انتباه ونبي خاتم الأنبياء إلا سيحصل عكسه وصى بكتاب الله وعي ترتي طيب ماذا حصل قتل سيدنا علي بن أبي طالب قتل الحسين من أعلى البيت سيدة شباب أهل الجنة ما في شياء في الجنة يعني سيدة أهل الجنة كله الحسن والحسن وسيدنا الرسول سيدنا علي لا تذكر هذا أي واحد يذكر علي بن أبي طالب انت شيعي انت صوفي إذا كمل حسن والحسين انت إيش يقولون انت شيعي انت صوفي سأل ليش الصوفية هم هم لهم هذا هو لنا أهل الدين الصح هذا طريقنا هم أخذوا جزءا وبطر الباقي هم مذنبين لا نقول لا نأخذه نأخذه هو مو نأخذه هو حقنا أيها المؤمنون ولا نقول الفلانيين ما في انتماء إلا لله ورسوله أيها المؤمنون هذا حقنا نتكلم فيه ونتحدث يغضب من يغضب ويرضى من يرضى اللي يغضب ما يرجع نفسه لكن لو حقيقة يرجع نفسه لماذا أخذب لأنه كلام جديد علي انفر منه انتو حراحتك لأن الشيعة يفعلون والسنة يفعلون لا سنة سنة ولا شيعة هذا ديننا قتلوا الصحابة قتلوا أمين آن البيت جز الرأس كذا والعائلة كلها لا يبقي أحد طفل صغير من دس هو منه آل البيت انتشروا قتلت عائلة كامل أبيدت ويدرون في الشوارع شوفوا سيط الرسول والثانية الكتاب الله هوجر ألفت كتب عن الكتاب الواحد تفسير فلان كم كتاب 14 15 تفسير فلان 15 15 20 يملأ بس تفسير كتاب الله شرحوا كتاب الله يملأ شقة بالكامل يعني مكتبة كاملة تلقى بس يعني نصفها هذه الكتب ولا زال الناس يؤلفون الآن في تأليفات مع الشيء يألف ألف 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 بعض المؤلفين لا يقرأ كتاب الله بس يقرأ الكتب القديمة في التفسير ويأخذ منها ويضع ويناقش هذا الكتاب هذا الكتاب يقول الشيخ الفلاني في كتاب تفسير كذا كذا هكذا وهو غير صحيح لكن الرواية الصحيحة هي في الكتاب الفلاني وألف يلا واشغلوا الناس وأشغلوا أنفسهم وكتاب سهل كل شيء فصلناه تفصيل تعال ادخل ادخل خليك مع الأبدي يا أبدي يا خالد مو يا مؤقت مؤقت ما ينفع يسمع من هنا ويرمي هنا يفسر على كيفه خليك أبدي مع الأبدي اسمع من الأبدي ماذا يحصل قال الذي عنده علم أبدي قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوف حتى تكون والأمر سهل غمض عينك عن غير الله وعن كتب غير الله وخليك مع الله وشوف كيف يعطيك الله يعلمكم الله كيف يعلم ما ينفع الآن تتكلم ادخل وترى سهلناها أضعنا كورس في فيديوهات ركز عليها بلاشي أربع سنين عشان تأخذ الطب بلاشي أربع سنين حتى تأخذ الإيمان بالله الحقيقي شهر شهرين ثلاثة وعلى مهلك استعجل تخلص بسرعة استعجل في الكلية لا ليش نظام صارم انت ضع النظام الصارم أفهم هذا وعدين أفهم هذا بعدين أفهم هذا وأدخل بعدين شوف أغلق الأذن عن الناس ماذا يقولون ركز اللي يرايح الطب بركز يجي واحد ثاني يقول له كلية كذا أفضل كلية كذا أفضل تشتيت يلا والله خضينا سنة ضاعت علينا هيا نروح هناك وبعدين هيا نروح هناك هذا خلود أبدي على الأقل خمسين ألف سنة إيش تنجو من هذا كله أي المتحابين فيه تحب العالم كلهم لا يحزنهم الفزع الأكبر كن من هؤلاء دعاك من أشياء الدنيا ذي المؤقتة حق الجسد هذا الزائل كن مع الباقي يا باقي فإبليس يعمل وعنده كشف وشوف الملائكة شوف الجنة يشوف يكلم ويتحدث مع ربه مباشر وصل في الأرض هو لكنه وصل لهذه المقامات العليا اسجدوا لآدم لما لم تسجد لما خلقت بيدي شيء عظيم أنا في صنعته لماذا لم تسجد له لأجلي يعني لما لم تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خير من من خلقته بيديك الكبر أمر اسجد اسجد أكرم هؤلاء الناس أكرمهم بعدين النقاش أنا يهمني تصفية يهمني أنا في الآخر الأبدي رقم واحد عندي هناك بعدين في الدنيا أمشي معان وموفق وهو قال يجعل له من كل شيء يجعل له من كل ضيق مخرجة يرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له من أمره يسرى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلنحينه حياة طيبة إذا وجدت عكس ذلك حياة مزفت كوتر قلق في حزن وفي خوف في تعسير رزق فيه كل مشكلة تقعد سنين ما في مخرج ورغم الدعاء والتضرع معناته فيه خلل هذه الرسالة لك أنا ما أجيب الدعاء إلا لرسالة عندك نقص كمل حتى يجاب ما هو النقص اسأل الذين يقرؤون كتاب الله يقرؤون ليس ثرثرة بدون تسأل أنت ذهب الكتاب الله تجد الجواب هو يعطيك هو يعطيك مو تقرأ الكتاب أين الجواب يلا في أي صفحة ليس بالقراءة في الأبدي من الأبدي اللي هو القرآن يأتي الجواب وينشي الراح وطمأنينة طيب فنحن ننتقل شوية يقول الله علشان نفهم يقول الله قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون خير من هذه الدنيا كلها أن تفرح بفضل الله وبرحمته إذا جاء سيارة عند خويك افرح له إذا قال الله صلي على آل البيت افرح لهم أوه ما شاء الله ادعو لنا معكم خربان خلي خربان ما لك شغل فيه قلوا أنت ما شاء الله مكرم يحزن على نفسه لما تقول له هذا الكلام نحن نشوف الجيران والناس ذوله كلهم اللي رايحين للمسجد وراجعين من المسجد يدعو لك كل يوم اللهم صلي عليه قابلت واحد من أهل البيت قلت له أهلا كيف حالك يا أخي هو لا يعرف اسمي ولا يعرف اسمه بس سمعته يكلم أحد أنه هو من أهل البيت وما أدري إيش قلت له ما شاء الله أنا كل يوم أسلم عليك كل يوم أدعي لك قال من أنا من أنت كيف تدعي لي أنا ما أعرفك قلت له يا أخي بدون معرفة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اهتز قلت له كل اللي ذاهبين المسجد هؤلاء يصلوا عليك وأنت من تدارين اعرف كرم الله لك قرب منه هو قاعد ينزل عليك رحمات بواسطة الخلق على الكرة الأرضية على الأرض المسطحة ولل الكرة ها كيف هذا ليلة النهار نشغلين أنت مكرمك ربنا أكثر منا فرح لعل الله يعني غير حياته مجراها هذا هو الحقائق لكن غايبين عنها فإبليس الكبر والحسد وهنا نفس الشيء قال لك على البيت يعني على الشيء حط لك مطب أنا أريدهم وصح فرضت عليك تصلي عليهم لماذا ما في مناقشة مع الله مناقشة بعدين مناقشة محبة أنت حصلت المحبة في الدنيا تسأل تجاب تجاب في الدنيا أصلا لكن تقول خليها أغلقت إلا بعد ما تموت بعد ما تموت تقول لك الله كذا 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 لأنك محب ودخلت الجنة لا يدخل الجنة إلا المحبين فالأوامر لا تخلو من الحكيم ما يؤمرك بشيء إلا فيه سر لك ليس له سر لك ليس لله ولا لخلق الله الأخرين فيه نفعل لك لو فعلت لو فعلت تجد تجد الخير نعم لعلكم ترحمون الله يذكر يعني في أوامره لعلكم ترحمون لعلكم تشكرون لعلكم تهتدون فالنقاش والمقارنة هذا الشغل بليس وأعوانه الذين هو يرسل لهم هو يفهم عادي يرسل لك أنت من هذا من هذا شرير أنت خير زكيت نفسك أي إنسان مو لازم على البيت زكيت نفسك وأنت لا تشعر تنظر له بدونية دخلت في شغل الشيطان اللي هو كبر حسد فنحن هنا علشان نسمو نرتفع كيف نرتفع بالمعاشرة الخلق وسماع كلام الله بدون معاشرة الخلق العبادة منعزل هذا لا تستفيد شيء لا تستفيد روحانية ونشاط وهمة طيب معرفة لا أسماء الله الحسن لو رددت وانت على السجادة أو في الصومعة أو في المسجد أو في العزلة عامل عزلة ولا حقية ولا غير حقية بس ما تختلف مع الناس لا تعرف أسماء الله الحسن ولا تعرف صفاته ولا تعرف أفعاله أفعاله تعرفها بالدخول في الناس هي أفعاله مفتاح الأسماء والصفات والسيادة سيادة أنت تصير سيد سيد مكرم هو أصلا هكذا أنت ترجع للتكريم في الداخل وتعرف كيف تتعامل مع الخلق وتتعامل مع الناس لو صار لك ظرف صعب أي كان ألقيت من السفينة خربت السفينة ورمت الناس في الأرض في البحر ظلمات هناك ينتشي لك الله هو قال أجعل له مخرجة يجعل لك مخرجة من الضيق هذا اللي أنت فيه مخرجة يجعل لك بدون دعاء هو هذا وعد منه وعد من أصدق من الله قيل فيه من أصدق من الله قيله من أصدق من الله حديثا إذن وعد الله ينفذ يحصل لك سواء وعدا في الدنيا أو وعدا في الآخرة فأنت حتى تعرف كن حياتك طبيعية أدي عبادتك خلصت خلصت خش في الناس يسبونك يشتمونك أنت غلطت سببتهم لكن أنت في نيتك أنك تكون طيب في المعاملات نيتك هذه وأنت صار منك استفزاز ارجع إلى الله تواب إيش معنى تواب يعني رجع مو من الذنوب من أي خلل تجده فيه ما نتقول يا ربي أنا غلطان أنا سامح يا رب يصلحك المرة الثانية المرة الثالثة المرة العاشلة أنت حياتك لهذا المقصد حتى ترقى وتسمو بعدين تسعد وأيضا في الدنيا تسعد تجد الله معك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني على طول ما في عندك مشاكل معك أبدا الله معك الله ولي الذين أعمنوا طيب يعني في قصص يعني تروى القصة الأخرى أيوة واحد معروف مثلنا يعني مسكين في حاله رجل طيب وعنده فلوس وعنده مال ونرجع رجل أعمال لكنه ليس من على البيت أرسل خبر في الإعلان أن يريد هو سكرتير يساعده في الأوراق مباثرة وشغل يعني يحتاج إلى تنظيم وملفات وهكذا وتقنين الناس الذين يدخلون عنده إلى آخر على عمل السكرتير فجاءه ناس والسيفي الذي وصل إليه منهم ما شاء الله كثير أخبار وفي بعضهم يأتي إلى هناك ويسلم السيفي المعلومات عنه أنا كذا اشتغلت وكذا عملت سكرتير باهر وكويس في واحد طلب الوظيفة ولكن لما قرأ في الإسم فإذا هو من آل البيت يعني فوضع الورقة وأخذ الأوراق الجيدين في السكرتير وعندهم خلفية ممتازة مرة واللي ريحوه وضع هذه الورقة معهم قال يأتوني يقابلوني مقابلات لانتقأ ناس وهذا وضع الورقة معهم يعني خبرته ضعيفة في السكرتير ولكن قال أنا أعلمه فلما جاء دخل هذا الرجل وقال أنا أعرف كذا وأنا مستعد أنت بس أخبرني أفعلها كذا أنا نشاط عندي كل شيء فلأجل الرسول واحتراما بالرسول وهذا من آل بيت رضا سلم قل أنا قبلته قلت على الله يعني أكسب أجر أفضل من أني أصده وضع النية فجاء قال له خلاص من غدا تعال لعمل فلما جاء وجده أيضا عنده مشاكل كثير مع زوجته مع أحد آخر في البيت شغلة مرة يأتي وهو هكذا يشتغل نص شغل لكن آله أيها وإسمع كلامه يعني كله ويا شيخ أنا أستاذ لي غدا عندي كذا عندي مشكلة عندي كذا ويسمح له بعد ذلك قال اللهم أعني أقوم بالعمل فصار هو سكرتير نفسه ويترك هذاك لعمل بسيط إذا جاء ما جاء لا مشكلة يستلم راتب شهري يقول بعد ذلك وجدت البركة في عملي ووجدت كذلك في تنظيم وجدت وقتا لأنظم ربنا سبحانه وتعالى يقول كما ذكرنا قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أفضل أقوى رحمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم تفرح المؤمن يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله سبحانه وتعالى لا أسألكم أجرا ربنا يقول له قل للناس ولا هو لا يقول صلى الله عليه وسلم لكن هذا أمر من الله قل لهم لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة تكون أعطيهم مودة كلام واستبشار وجه طيب صدق ما صدق ضاء طائع مسلم غير مسلم ما لك شغل فيه مدام قال هو دعا أنه من قبل البيت ليس لتعطيه مال لا أنت قل ما شاء الله هني أن لك بالتوفيق على السلام لا تتعامل معه وإلا تعامل وكون مثل هذا الرجل يعني الرسول عليه وسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي ليس إكراما يعني تعصب لأهل بيته لا أنت شوف مستواهم العالي وقارن به ولكن لأن الله يغضب لأهل بيتي كرما حبا فيه يغضب لأهل بيتي فلذلك خايف علينا وسمهم ثقلين يعني مقارنة بكتاب الله ثقل تبع هذا شيء مؤذي أتركه نافع استنفع منه وخلك بعيد حبك يزيد الأنبياء شيء آخر يعني الله سبحانه وتعالى قال عن أحد الأنبياء عيسى عليه السلام السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دائما هو في السلام يعني فتح لك باب إكرام هؤلاء الناس حتى أنت تكسب تقول لا لا أكرمه أنت غصبا عنك تصلي عليها يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمة علشان تعرف المقام لي يعني أبو أهل البيت قل إن كان للرحمة ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماة والأرض رب العرش عما يصفون عما تصفون إن كان للرحمة يقولون نصارى في الآية التي قبلها تذكر هذا الكلام أنه يعني للرحمة ولد قل إن كان الرحمة ولد فأنا أول العابدين أعرف مو أول عابدين له لا فأنا أول واحد عبد الله روحيا عبد الله هي الأصل روحيا جسديا ولد كمتى ومات متى هذا فترة لكن هو من الأصل عابد لله أنا أول العابدين أعرف إذا كان له ولد ولا لا هذا قول ويقول الله سبحانه وتعالى الرحمن أعوذ بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يعني قبل خلق الإنسان وجوده مجسد يعني قبل خلق الإنسان علم القرآن إذن علمه لمن من هو صاحب القرآن علم القرآن لصاحبه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم من زمان القرآن له هو أول واحد يتعلمه هو أول واحد علمه بعدين القرآن للكواكب والنجوم كله خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر إلى آخره بعدين جاء يعني القرآن هو روح الأكوان ففي موضوع هذا هذا تقريبا نحن انتهينا من هذا الكلام نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ويجعلنا من عباده الذين لا يعني يقارنون ولا يناقشون ويجعل حياتنا كلها له ومن أجله فقط إذا كنت عبدا لله حقيقة انت في النعيم انت عندك كن فيكون هي لك هي للمؤمن بالله فقط عندك كن فيكون لستش ندا لله لا هذه هدية من الله على قادر حدودك يعني ما تقدر تسوي شيء خالف لحدودك على قدر ما أذن الله لكون فيكون فقط في الجنة تكون خالصة وسريعة في الجنة المؤمن تكون له خالصة وسريعة ومتساوية حتى فيها ما تشتهي الأنفس يعني نشتهي حاجة فورا تأتي أمامي فورا تأتي أمامي كن اشتهي يعني مثلا يولح مطير فاكهة فاكهة أن تكون نهر الخمر يمر من أمامي ما في جاذبية يمر يأخذ بالعرض بالطول كله سواء ممكن من فوق كده وقت أريد أخذ أملأ كأسا وأشرب حر عندك كن فيكون هناك هدية من الله هي أصلا معك لما آمنت آمنت به وكفرت بغيره لا يصلح إيمان بالله وكمان مؤمن بالأشياء لازم تكون منفصل عن غير الله إيمانيا ومتصل به حبا وتعظيما وحبا لله رقم واحد غيره لا خوف منه ولا رجاء له ولا تعلم له نحن في فيديو قبل هذا بينا إن من أزواجكم أولادكم عدو كيف تتعلق بالعدو إذن عدو يعني أصير بيني بين مشاجرة لا حدد لك أربع عمال أحذره يكون على حضر أعفو صارت مشاكل يكون عفو صفح مغفرة هذه الأربع إذا كانت في البيت خمسة خمسة أربعة إحذر أعفو يصفح اغفر الخامس ما هو تخذه عدو اعمل معه هذه الأشياء ولكن عدو يعني قلبك لا يمي الله لا يتعلق به تبش له وتضحك ابني ما شاء الله بطل أو ما شيء لكن في القلب ما فيه ما له القلب هنا العداوة هو عدوك أصاب مقتل فيك لكنه يضحك لك يبتسم نحن هنا تجاهنا على القلوب إصلاح القلب مع ربك بعدين كل شيء يحصل ما الذي تريد هو وعدك أصلا لا يحتاج دعاء المؤمن أبدا لا يحتاج دعاء اللي في نفسه فيه يحقق الله أنا في كرب ومحتسب أيها خلاص إن شاء الله في خير كثير يستمر تكون فيه تشد أيوب نفس الشيء كان هكذا زاد زاد الكرب زاد ولا يبالي خليه يجعل لهم كل ضيق مخرجة معناته أنت أنا ضيقي هكذا ما أتحمل خلاص لازم يجيك مخرجة الآن ما يخليك مثل أيوب مدام مؤمن بعيد عن الإيمان ما نشغل فيه نتكلم عن باب ثاني ناس خرجوا من البعد المادي إلى البعد الرباني المسيطر على البعد المادي والمهيمن عليه ويمشي بعزة عزة نار لا تحرق تحرق في البعد المادي خوف من النار في البعد المادي هنا ما في خوف لكن أعرف أنها جعلها الله هكذا أتجنبها لكن لو اضطررت كمثل أهل الخدود اضطررت أمشي أستطيع أن أقول لا وأجعل قلبيا بس مع الله تضحك على الله دخلوا في النار معناته حصلوا خير كثير بورك من في النار ومن حولها عندهم قوانين ثانية هكذا يعني كل كل أسباب المؤمن ما في تعلق فيها ما في خوف ما في رعب ما في تعظيم تعظيم أن هذا مهلك هذا نافع وظيفتي بدونها كيف أرزق لا ما فيه من يتق الله يجعله مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الشفاء عنده صعب على الناس في مستشفيات في للرزق في شركات في دكاكين في محلات في تجارة هنا في سيدليات الشفاء في سيدليات أدوية في أطباء في العالم متخصين وكل دولة فيها كذا مستشفى وكل مدينة فيها كذا مستشفى كذا سيدلية كذا مستوصف عنده أسهل شيء هذه إن ذهب للمستوصف إن ذهب المؤمن فيحصل الشفاء فورا لأنه هو في نيته يريد الشفاء يعطيها الله ما نواه قال لا أنا أريد بالفاتحة هو متصميم أنت تسوي كذا ما تضبط ما تضبط ما تضبط أنت تدعي أنك مؤمن ما وصلت عند الله مؤمن فإذا وصل الواحد عند الله وعرف الله من هذا الشيء تجي هذه الميزات أوتوماتيكيا يعني اللي يقرر أنك أنت وزير الزراعة ووزير الصناعة هو الملك أنت خلاص عينناك وزير أنت مؤمن تأخذ ميزات المؤمنين تأخذ ميزات وزير الصناعة متى ما عينت أنت تذهب في الشارع تقول أنا وزير الصناعة يا أي جماعة اسمعوا كلامي أنا مدير المرور توقف السيارات هنا في هذا ما تبشي في هذا الشارع تبشي في هذا الشارع يأخذوك سجن أهبل من الذي يقرر صاحب المناصب فالذي قال أعراب للرسول عليه وسلم قالوا آمنا فنزل القرآن فورا أنا شايف قلبك فاضي قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا إذن في اثنين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإسلام يصير هنا حافظ العقايد حافظ الأوامر النواهي علم غزير هنا 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 فاضي لما يكون هنا مليان هذه الساعة تجي تجي ميزات المؤمنين عندك تحصلها درجات تصل إلى مرتبة عليا مرة واحدة وصل لك ظرف ما تشوفه الكرمات المعجزات هنا عندنا موجود فيديو هل هنا مصيبة مصيبة هل التقوى والمعجزات صعبة المنال نعم صعبة صعبة إذا اتبعت الناس هؤلاء يقول لك التقوى هي كذا 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 وربنا حط مجرمين من المتقين بس بشروط عندهم لا التقوى لازم تكون طاهر لؤلؤ المعجزات وقفت عندهم في البعد المادي لا يوجد معجزات مستحيل أنت مؤمن بأن القانون هكذا مؤمن به بدون أذهب للعمل كيف يأتي الرزق خلاص تبقى هكذا أنت في البعد المادي حافظ قرآن عالم مو مشكلة يهم من القلب قلب ماذا يقول يقول صعب فقدر الأنبياء فقدر الأنبياء لكن هنا يجد هذا مثل مثل الماء في حياته هو يتكفل بكل شي أنت تذهب للمشكلة وقعت في مشكلة يجعل لك مخرج هو وعد بدون تعاى بدون شي تجد الله حولك الله ولي الذين آمنوا طيب نحن دخلنا هذا في هذا نحن كلاما عن آل البيت البيت شي بسيط يعني الله آمر خلاص طيب صح أنا مسكين مع ربي يجعلك قوي لست مسكين يفهمك يعلمك يقويك يخليك مميز في الوزارة يخليك مميز في المؤمنين تريد تناقش تقارن خليك مع مع القديم الذي يبقى إلى قيام الساعة موجود وله أعوان له يعني مسيطرة على الناس لأنه يأتيهم من باب الذي هو يفهم صلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه والمؤمنين وسلم السليم